ازاي حضراتكو عاملين ايه كله تمام دي حاجة مهمة جدا نكون كل حاجة تمام ايه اللي حصل في مصر من سنة 2014 لحد سنة عشرين تلاتة وعشرين اي قبيل الانتخابات الرئاسية والفترة الرئاسية المقبلة ايه اللي قدموا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014 لحد عشرين تلاتة وعشرين مهم جدا ان احنا نعرف ونتساءل ونفهم دي حاجة مهمة جدا هتلاقي اليوم السابع عملوا الحقيقة ملف رائع جدا عجبني في حاجات كتير جدا هقولكو عليها بعد شوية الرئيس سيرة قائد ومسيرة وطن ده العدد الخاص اللي اصدره اليوم السابع عن الرئيس السيسي معايا على التليفون الكاتبة الصحفية علا الشفعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع زاك يا علا مصر خير يا يوسف عملا ايه اخبارك ايه بص العدد بجد حلو والله العظيم ده شهادة عصيرا عصيرا قديم في المهنة عارف ان انت غلس فما متشكرش حاجة لا انا قلت قديم عصيرا في المهنة يا ربي خليك يا ربي اولا اول حاجة انه لقيت بعض العنوين في هذا الملف الرائع جدا العنوين ذات مغزة وذات اشارة يعني مثلا حزم حسين فكتب اخراج مصر من بيت الطاعة لازم تقرأ عشان تفهم يعني ايه اخراج مصر من بيت الطاعة بس انا هسأل بقى هنا لمن لم يقرأ نسأل علا الشفعي اخراج مصر من بيت الطاعة كتبه حزم حسين اه هو يعني بص انا حزم الحياة لاجمه واجهره شكر كمان خاص لان حزم كان معي الدينمو يعني في الملف في كل العدد الخاص بهم نشتغل اه غيره طبعا كل الضمل المشاركين في العدد يعني كلهم بشكرهم يعني ده شكر خاص من صحفيين من رؤسات حي تنفيذيين كلفوا وتابعوا الافكار من دسك من تنفيذ من اخراج يعني انت طبعا فاهم كل العمليات من تصحيح يعني كل الناس ستحق الشكر في هذا العدد صحيح كبير جدا جدا لان العدد احنا نفذني بفكرة جاب كده يعرف انت تقولي احنا قررنا نعمل عدد خاصة اول عدد هيكون كذا 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 ده فا يعني اتفقنا وقعدنا عن سيادة الرئيس والذي يصدر في هذا التوقيت قبل ان يتم فتح داب الترشخ لانتخابات الرئاسة في الفترة المقبلة فكاننا نقصد من هذا ان نرصد ما قام به الرئيس والفترات الرئاسية ويبقى عدد ممكن ترجع له بعد سنوات طويلة جدا حتى نتشوف كل ما حققه في مجالات مختلفة حيث يتكلم على اخراج مصر من بيت الطاعة اللي هو كل ما حدث في اعقاب ثورة يناير وبعد السنة الكليسة يعني كنا فيها سنة الاخوان وما تبعثوا من احداث سيئسية يعني اقدر اقولك هتقد كده يعني مربكة لنا كلنا ومرتبكة وطنشة قاتم وظلامي جدا فحيث يكاتب على المرحلة دي شكل كبير ومحدد ده وحيث يعني انا اقدر اقولك هتقدر كده تصير عناوين بشطارة شديدة جدا اوي 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 يعني انا عدت قريد كويس اللي كتبه حزم وكان لفت للنظر جدا انه هو محدد ازاي ادر فخامة الرئيس يخرج مصر برا دائرة الاملاءات الدولية اللي ممكن كانت بتمارسها علينا دول كتير وما الى ذلك شمالا او غربا الاخ الاخ الملف اللي بقىه وبمناسبة زعيم من خارج الكتالوج ده برضو عنوان مهم جدا جدا لانه ناس كتير بتعتبر انه كلمة زعيم لازم نبقى من جوه كتالوج هذا الكتالوج متعلق باسماء بحد ذاتها فاذا كنت شبههم صورة تبقى الاصل كده انت زعيم طب ولو اختلفت عنهم يبقى لا مش دي الزعامة فزعيم من خارج الكتالوج دي بصراحة عنوان في الجول هروح على شرعية تحميها الملايين شعبية جارفة تعيد بناء التماسك الوطني ومجموعة من الارقام طبعا معاك وكتبين كمان كلمة مصر عادت شمسك الذهب يعني ايه في كل المجالات يعني احنا كنا قفزين ده ان مصر يعني انت عندك مجالات متعددة جدا في التنمية في كل المجالات ورصدناها بشكل مفصل فمصر عادت شمسك الذهب طبعا عنده ست فيروز ست فيروز ست فيروز ست فيروز ست فيروز هذه الأغنية فانا شايف انها كانت في محلها جدا في اختار الأنوان لان انت بتحاول كأنك يعني زي بيقول احنا بان فترة اولادة تزين الركام او التراب في حاجات كتيرة ومجالات كتيرة جدا فالأنوان كانت موفق للغاية ان هو ان اختار الأنوان نهر الخير على ضفاف القناة ومن ناحية تانية وجه جديد للعمران وفصلت تفصيلا شكل العمران في مصر وكيف امتد العمران تقريبا لضاعف المساحة المعمورة سابق عن 2014 ثم ثورة مصر الخضراء وده كأنه الجزء الاقتصادي في ملفوكم صح كده؟ طبعا ده الجزء الاقتصادي في الملف هتلاقي داخل في الزراعة داخل الصناعة داخل في حتى كمان انا بعتبر تنمية الطرق وكل ده كل داخل في التنمية وفي الصناعة وفي المؤثر بشكل جديد ايضا على الزراعة بشكل عباء آخر فهتلاقي عندنا كل ده واضافة مع رشد كنت انت وصلت للعشوائيات ولا لا والملس اللي هارا بيصوف من اهم الملسات الرئيس انجب فيها الكثير في الفترة الماضية سؤال بقى مين اللي اختار مطرح ما يمشي يفتح النوار واقف انت عند العناوين اصلا العناوين فعلا حلوة فعلا حلوة حازم عشان كده بسق قفل حازم؟ اه بسق قفل والله قولي الحازم لا يمكن لا يمكن ما يجلناش لا تأخيروا النهاردة قدام الناس كلها لازم يجيلكوا طبعا لازم يجيلكوا طبعا لا اصلا كمان استخدام انت عارفة مجموعة من الالفاظ مجموعة من الكلمات وكأن الناس نسيتها يعني الناس نسيت مثلا كلمة ايه مطرح نسيت كلمة النوار اي جمع نوارات نوارات اي وقت او يعني مفرد نوارات فمطرح ما يمشي يفتح النوار فكان العنوان زكي حلم انا دايما عندي ثقة في كل الناس اللي جاء من الثقافة ملس الثقافة والنون انا دايما ببعد انتي عندك انحياز مش بس ثقة عندي انحياز نعم وحياز من الناس الملس فعشان كنت انا منحيزة اقولها بقولك فمن الناس الملس عندي ثقة فيهم فالحقيقة هو بس المجهود دي بس جدا قلتي تبين اموت طب بانحيازاتي الفكرية اقدر اقول انه اعادة الاعتبار للمهمشين ده عنوان احتاجك تكلميني عنه حبا شوفي يعني ده ده متى ما كنا بنتكلم كده من ثانيتين ان ده من الواحد من الملسات المهمة جدا انت يعني انت في الاخر احنا بناء الدين انت تكون مهمس ده مش معناه انت تبقى كأنك مش موضوع كأنك فرج الخريطة اعادة الاعتبار للمهمشين زي ما قلت للمشروع زي نشواء الاسمارات هو يوعيد الاعتبار لانسانين في الانسان انسانية انت يعني مش بفرض ان انت خلاص كتب عليك او ان انت موجود في منطقة اه تم تثنياتها بالعشوائيات وتم اهمالها لتنوات طويلة جدا فده كأنه مصتوب عليك وعلى ولادك وولاد مادك حقيقة لا في مجهود جزء في هذا الملف كاكتر من منطقة مش بس الاسمارات اكتر من مشروع ومشروع ومشروعات كبيرة جدا الناس اسمع لك فيها نقلة مختلفة انا كتب عليها على ادمية يعني هو قلب بقل ما تكون بنا ادم لكو عندك سكن ادمي تعيش فيه عندك وسائل مريحة ضدك للحياة جهربة مية الباب مقفول عليه حمام بتاعات فالحقيقة كل ده تحقق بالنصوات اللي تم انجازها في الفترة الماضية اه احسان طيب احنا نقول اعادة الاعتبار اعادة الاعتبار لحياة البنا ادم لان انت تحقق ادميتك بشيء كبير اوي اوي على فترة عائلة كنت عارف ده يعني ما ينفعك انت فاكر كويس اوي احنا في فترة حتى في السنة ما ترون العسوعيات شكل عسوعيات دي كان بيبقى عامل ازاي شكل عسوعيات دي كان بيبقى عامل ازاي حماما المسترد كان بيبقى موجودا اكثر من دي فانت خلاص انت بقى عندك احساس باستثيصية احساس ان انت بنا عادا تحتفل انفانيتك ويتنام انت متصمت مش ممكن البادي اتفتح عليك واي حد يصل عليك امرأة مهددة طفل مهدد كل ده الحقيقة تم تجاوزه ومثلين انجازه النشوات حازم هو اللي اختار كل العناوين اه معامل اجموع من البسك يعني انا يعني حازم بقول حازم لان اللي عاديت توقفت عندها حازم مذهل اولا انا اول مرة بكلمك بامانة اخد بالي انه قاردة افريقيا شبه القلب فعلا قلبي بحجم القارة الصمراء سفير الحلم الجنوبي فطبعا واضح انه الخلفية الثقافية والادبية عند حازم طاغية طبعا ولكن بشكل رائع صحيح فريق عمل كله يعني كانوا عاملين كده بيعزفهم مع بعض فانا عاملين كده مش عايزة يعني ده كان زي ما بقولك يعني كله كان على قلب واحد وكل واقفة ان العرب بيخلص ويطلع في احسن حكل واحسن صورة فكان في مزهود مفزول من الكل كل الناس بتدعم بعض اللي في حاجة ناصر يكمل فالحالة كلها كتنطيفة جدا يطلع على عدد بالساكل انت بص يا ربنا سبحانه وتعالى بامانة يعني بيحبك فدالك دريم كيم في اليوم السابع ده ملف بيقول ان انت عندك فريق الاحلام عندي والله يحبك والله يحبك فريق ويستهلوا كل ان انت تحوت عليهم وتطفب عليهم وتحتويهم تضيهم ثقة لانهم يستهلوا بثقة ويستهلوا بقلب ويستعيدوا احساسهم بنفسهم انا بالنسبة لي ده هو الرهان الحقيقي هما وعندي كان طريق هايل من الصحابين والرهان عليك يا عولة بصراحة رهان رابح بامانة شديدة يعني رابح جدا يعني بينتي الامارة من اللحظة الاولى على طول طب خليني هنا هاسألك بقى واحنا عودة مرة تانية للحديث يعني هي مسألة من وقع هذا العدد الخاص اسأل سؤال انه هل يوجد ملف في هذه البلاد او متعلق بهذه البلاد داخلا او خارجا لم تمتد اليه يد الرئيس بالعدد اللي بين ايديك ده وبالارقام والاحصائيات لا ممكن يبقى في الفترة المقبلة انت محتاج ملسات تركز عليها اكتر ولكن كل الملسات مفتوحة كل الملسات تم العمل فيها تم العمل فيها ملسات بشكل مركز جدا انا مثلا ما قلت حياة كريمة هتلاقي عندك موجود في العديد حياة كريمة وصيفة ان هو ووفر للعديد من القرى حياة مختلفة وكريمة جدا اللي هي مبادرة صحة وعطي في الصحة ده كان ايضا وفرت علاج الكثير من الابراد بيروس تي وعلاجه يعني اصبدا انت هنا حتك ملفات الصحة انت خدت موضعات رئيسية ومهمة واشتغلت عليها بيروس تي انت تقريبا بقيت يعني زيره بيروس تي المبكر عن الاورام وغيره صحة المرأة وغيرها في كثير من المبادرات اللي بيتم تقدمها في الصناعة عندك مبادرة ابداء يعني انا عدت معاك الكثير من المبادرات صحيح ده معناه ان اعمال الصغر معناه ان قرص عمل لأكثر من حد حوالين المحافظة ودأسل المحافظة فده في جساء حتى توزيع المشروعات صدقا غرافيا ده مهم تفاتل الجنة وداما ان يقول القاهرة هي تستفق بكل شيء اي تفاتل الجنة حاليا بقى فينا صحيح فينا صحيح بقى اكثر من محافظة في الصعيد صعيد بقى يلقى الاهتمام والمحافظة يسمع لي ومنوني القناة يدقينا فينا فدقينا هنا يعني كل هذا التوزيع وغرافيا ده معناه ان في حركة تحصل في كل اسهام بكل الاطراف فكرة الاهتمام بالاطراف ده فكرة ممكنة جدا 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 الاطراف هي مهمة للحفاظ على الدولة المحافظة كبير جدا فاحتوي كل المحافظات الاطراف بتوفريع المحافظة الأجمية وطرق المحافظة الانوية ده فكبيرا مهم صحيح يا حماية فلمانا انا بشكرك جدا 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 يا علا كل الشكر الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع